السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلابي الأعزاء طلاب الصف الثاني عشر الأذبي من المدرسة الفلسطينية اليوم بنتناول مع درس الإمبراطورية العثمانية تحدثنا في الدروس السابقة عن الإمبراطوريات ووضحنا الفرق بين الإمبراطوريات والدول وعوامل نشأة الإمبراطوريات ودوافعها وعوامل تفككها وضحفها ثم تحدثنا في الدرس الثاني عن الإمبراطورية البيزنطية وماذا يقصد بالإمبراطورية البيزنطية وكيف كان نقل العاصمة للكستنطنية دور كبير في تقدم الإمبراطورية البيزنطية وعرفنا الحضارات والقوميات والشعوب التي ضمتها الإمبراطورية البيزنطية وعرفنا أسباب تفككها وضحفها واليوم بنتناول مع درس الإمبراطورية العثمانية ويجب علينا أن نعرف هذا الدرس كيف نشأت الامبراطورية العثمانية وكيف تشكلت وكيف نظام الحكم فيها ونظم الإدارة ونوضح ونستنتج مبررات توسعها وكيف كان امتدادها ونتعرف إلى القوميات والشعوب التي خضعت للحكم الامبراطورية العثمانية ونفسر أسباب ضعف وانهيار الامبراطورية العثمانية وتفككها نشأت وتشكل الامبراطورية العثمانية في هذه الخريطة يا أبنائي نوضح كيف كانت حدود الإمبراطورية العثمانية نرى أنها كانت متسعة جدا من هم العثمانيون يا أبنائي ينتسب العثمانيون إلى إحدى قبائل الغزة التركية التي كانت تقيم في بلاد ما وراء النهر يبقى أصل العثمانيين من بلاد ما وراء النهر ودفعهم التقدم المغول يا أولاد في الكرن الثالث عشر هربوا من المغول باتجاه الأناظول تحت قيادة أرتغول يبقى هم هجروا أو تركوا أماكنهم في بلاد ما وراء النهر وذهبوا إلى الأناظول يعني خوفا من بطش المغول بقيادة أمير عليهم اسمه أرتغول وأرتغول ذا تحالف مع السلاجقة منحوه مناطق الثغور المواجهة للامبراطورية البيزنطية في شمالية غرب الأناظول اللي هي اسمها إسكي شهر وتركزوا على الاسم ده جدا يا أولاد وقدت زيادة هجرة الأطراق إلى الأناظول طبعا إحنا قلنا أنهم هجرين هربا من المغول إلى تتريك المنطقة دي بدأت ضعفة دولة السلاجقة تضعف أولاد يعني خلاص السلاجقة رحبوا به ومستقبلوهم في الكرن الثالث عشر وعطوهم منطقة السلاجقة اللي هي اسمها إسكي شهر ولي كان بيقود القبائل ده اسمه أرتغول بعد كده جدا بدأت أولاد السلاجقة تضعف فده أدى إلى نقل السلطة إلى أطرافها وأخذت الإمارات التركية تعمل على استقلالها عن سلطة السلاجقة وفي أوائل الكرن الرابع عشر كانت الدولة السلجوكية قد فقدت غرب الأناظول وبدأت تتوزع على عدد من الإمارات التركية اللي قدرت أن هي تصبح إمبراطورية بعد ذلك واستطاع عثمان بن أرتغول توحيد هذه الإمارات تحت سلطته استمرت الإمبراطورية العثمانية أولادي أكثر من 6 كورون يبدأ الإمبراطورية العثمانية استمرت أكثر من 6 كورون شكلت خلالها إمبراطورية كبرى مترمية الأطراف كادت أن تشتاح أوروبا وركزت جهود العثمانيين يعني كانوا مركزين جهودهم خلال الكارن ناين الرابع الاربعتاشر والخامس عشر على توحيد شبه جزيرة الأناظول والتوسع في شبه جزيرة البلقان وكانوا بيصحافوا تجاه أوروبا وتمكنوا من القضاء على الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها الكستنطنية عام 1453 على يد السلطان محمد الثاني اللي لكب بما بعد بمحمد الفاتح وبلغت الإمبراطورية العثمانية أقصى امتداد لها في الكرن السادس عشر الميلادي على يد السلطانين سليم الأول وابنه سليمان القانوني اللي بدأوا توسحهم في الشرق وانتصروا على الدولة الصفوية في العراق وإيران في معركة جالد إيران سنة 1514 ميلادية ودولة المماليك في بلاد الشام ومصر في معركة طيمر جضابك عام 1516 الشام والريضانية مصر سنة 1517 وضم التوسع العثماني البلاد العربية في شمال إفريقيا باستثناء مراكش عام 1518 يبقى ناشا نتكلم عن الامبراطورية العثمانية مرة تانية تنسب للعثمانيين ومقبال غزة تركية كانوا يكيموا في بلاد ما وراء النهر في الكرن الثالث عشر يعني هربوا باتشا من باتش المغول أو تقدم المغول دفع العثمانيين الهرب للأناظول بكيادة أردخو أرتغور اللي تحارف مع السلاجيكا السلاجيكا منحوهم منطقة الثغور اللي هي شمال غرب الأناظول اسماء إسكي شهر وزيادة الهجرة أدئة لتطريق المنطقة ضعف السلاجيكا في الكرن الرابع عشر والامارات التركية بدأت تستكل عن السلاجيكا في الكرن الارباحت عشر الدولة السلوكية فقدت في غرب الأناظول وهذه الامارات أصبحت أن تصبح امبراطورية عظمى هي الامبراطورية العثمانية استمرت ست اكرون هذه الامبراطورية في الكرنين الارباحت عشر او الربع عشر تركزوا جهدهم للتوسع في الاناظول والبالكان وأوروبا في سنة 1400 تم القضاء على الامبراطورية البيزنطية عام 1453 لما فتحت الكسطنطنية على يد السلطان محمد الفاتح وفي الكرن السادس عشر بلغت الامبراطورية أقصد تساحها في منطق في الشرق في عهد السلطان سليم الأول وابنه سليمان القانوني كما ترون 1514 توسح في الشرق وانتصروا على السفويين في معركة جلديران لهم الإيرانيين والإعراقيين 1514 الممليك في مرتضابك في الشام 1516 مصر الممليك أيضا 1517 شمال إفريقيا باستثناء مراكز سنة 1518 نظام الحكم والإدارة في الامبراطورية العثمانية كما ترون السلطان في كمة الهرم يأتي بعد منه الصدر الأعظم ثم الجيش والدفتر دار وشيخ الإسلام أولا السلطان يعد كمة الجهاز الحكومي مدنيا وعسكريا وكانت سلطاته مطلقة في يده السلطتين التشريعية والتنفيذية إلا أنه لم يكن باستطاعته أن يتجاهل حدود الشريعة الإسلامية وبدأ ينسجم مع الكوانين الصادرة مع تعاليم الشريعة الإسلامية ثانيا الصدر الأعظم هو منصب رئيس الوزراء بمفهوم اليوم ولم يكن له سيطرة مباشرة على الكسر السلطاني أو العلماء وفيما عاد ذلك تمتع بسلطة قوية في الإدارة المركزية وفي الولايات وكان عليه في بعض الحالات تنظيم أمور الجيش وقيادته إلى الحرب إضافة إلى الإشراف على الأمن والنظام ثالثا الجيش ويعد من أهم المؤسسات الإمبراطورية وكان يتكون من ثلاثة أقسام الأول الجنود الإقطاعيون والثاني قوات الإنكشارية وكان لها تدريب خاصية بناء والثالث الجند الخاص وهم حرص خاص للولاة ولحكام الولايات وأدى ازدياد اعتماد الولاة على الجند الخاص إلى زيادة الفوضى وانعدام النظام في الجيش ثم بعد ذلك شيخ الإسلام كان مفتل ستانة أعلى الموظفين الدينيين ورئيس العلماء وهو المفتل الرسمي للإمبراطورية العثمانية ويأتي بعد منه شيخ الإسلام يعني يأتي بعد شيخ الإسلام كل من قادي عسكر رمالي وقادي عسكر الأناضول ثم القضاء في الولايات وأخيرا الدفتر دار يأتي على رأس الإدارة المالية ومهمته الإشراف على الأمور المالية ويرسالها إلى الخزينة المالية في العاصمة مبررات توسع الإمبراطورية العثمانية وامتدادها بنقول يا أبنائي إن العثمانيين بدأوا يتوسعوا في اتجاه الغرب في مناطق الأناضول والبلقان وذلك مدفعين بأسباب دينية وأمنية إلى أسباب الدينية أتاحت مجورتهم لأراضي الإمبراطورية البزنطية توجيه نشاطهم نحو الحرب والجهاد لاستكمال رسالة السلطانة السلجوكية لفتح الأراضي الرومية كافة وإدخالها دمنا إدار الإسلام أما أمنيا فقدراء العثمانيون أن توسحهم في هذه المناطق أفضل وسائل الدفاعة ضد الإمبراطورية البزنطية وفي عهد سليم الأول حدث انكلاب استراتيجي عندما توقف التوسع العثماني باتجاه الغرب وتحول إلى جهة الشرق الإسلامي والأسباب سنتحدث فيها التي دفعت العثمانيين للتوجه في تحاتهم نحو الشرق ثلاث أسباب سياسية أسباب دينية أسباب اقتصادية الأسباب السياسية العثمانيون بدأوا يتطلعون إلى التوسع باتجاه الوطن العربي رغبطا منهم بالاستفراد بزعامة العالم الإسلامي كما بعد المعادين للسلاطين العثمانيين هربوا إلى دولة المماليك والصفويين هؤلاء خلقوا نوع من المشاكل والتوتر بين المماليك والعثمانيين وبين العثمانيين والصفويين إضافة إلى خطر الإسبان والبرتغال الذي كان يهدد سواحل شمال إفريقيا ومصر والسواحل الجنوبية والشرقية للوطن العربي الأسباب الدينية منقول أن أقلق التوسعات الصفويين السلطان سليم الأول كما أنه خشى من دخول آلاف التركومان في الماذهب الشيعي في شرق الأندول وهذا سيشكل خطر على الإمبراطورية العثمانية إضافة إلى أن توسعهم باتجاه بلاد الحجاز وبلاد الشام يمكنهم من تزعم العالم الإسلامي والحصول على أماكن إسلامية مقدسة ومقاربة ومقاربة رعاياها المسيحيين برعاية مسلمين الأسباب الاقتصادية سعي السلطان سليم الأول إلى الوصول إلى الهند والسيطرة على طرق التجارة الشمالية بين الشرق والغرب بفعل احتكار البرتغاليين تجارة التوابل وسيطرتهم على الطرق الجنوبية مع الهند إضافة إلى أن السيطرة على بلاد الشام ومصر يربط العالم العربي بعالم الأنادول والرومالي ويمكنهم من السيطرة على الطرق التجارية للبحر المتوسط كما كنا الأسباب سياسية واقتصادية ودينية كما موضح في هذه الصورة الكوميات والشعوب التي خضعت للإمبراطورية العثمانية وموقفها من الإمبراطورية كما ترون في الخريطة أن الإمبراطورية العثمانية ضمت العديد من الشعوب والقوميات ولكن مع ذلك يا أبنائي لم تفرض الإمبراطورية العثمانية على الشعوب والقوميات التي خضعت لها لغتها أو دينها الإسلامي أو مذهبها الحنفي أو عاداتها وتقلدها بل سمحت لهم بالاحتفاظ بلغاتهم الكومية وديانتهم المحلية تطبيقا لمبدأ الإسلام لا إقراها في الدين ولكنها في المقابل لم تلتفت إلى التطورات الجديدة في الاستراتيجية الغربية من نزوع نحو الكومية ونشاطات فكرية مستنيرة ولم يتأكلموا مع الأفكار الغربية التي أخذت تدخل إلى بلدهم ونتيجة لتلك الأفكار عانت الإمبراطورية العثمانية من الثورات الانفصالية التي أشعلتها الكوميات والشعوب في المناطق التابعة لها بغرض الاستقلال عنها كما حدث في منطقة البلقان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني اشتاحت الأفكار الانفصالية أراضي الإمبراطورية العثمانية ووجد نفسه محاطم بالثورات والإضرابات والإضطرابات وتجدادت الثورات في إقليمي البوسنة والهرسك وبلغاريا والصرب والجبل الأسود في حالة حرب مع الإمبراطورية العثمانية وبدأت الدول الأوروبية بالتدخل في شؤون البلقان بحجة إحلال السلام وأخذت روسيا تدعم الصرب والجبل الأسود وتقدم المساعدة لهم لإعلان الحرب على الدولة العثمانية في الوقت الذي تدخلت فيه النمسا لدعم بلغاريا ونتيجة لهزيمة الإمبراطورية العثمانية أمام روسيا سنة 1877 وانشغلها بحروبها في الجبهة الأوروبية وإهملها لأوضاع العرب في البلاد العربية يعني ساد شعور لدى العرب بأن الإمبراطورية على وشك الانهيار وشجعهم ذلك أو دفعهم ذلك بعد زعماء الشام اللي هو الشريف حسين بن علي قام بالثورة بالثورة العربية سنة 1916 بتحريد من بريطانيا سؤال بما تفسر ظهور حركة التحرر في البركان بنقول لأن الدولة العثمانية لم تفرد لغتها ودنها على هذه القوميات وسمحت لهم باحتفاظهم بعداتهم وتقالتهم بمبدأ يعني طباجة شرع الله لا إقراها في الدين ولم تلتفت للتطورات الجديدة والنزاعات الكومية عانت من صوران زي ما حدث في البالكان وفي عهد السلطان عبد حميد ظهرت حركات انفصالية وكانت صرب والجبل الأسود في حالة حرب مع الدولة العثمانية تدخلت الدول الأوروبية بحجة إحلال السلام تدخلت روسيا لدعم الصرب والجبل الأسود وإعلان الحرب على الدولة العثمانية ثم تدخلت النمسا لدعم بلغاري سؤال أيضا بما تفسر اندلاع الثورة العربية الدولة العثمانية من قل نتيجة هزيمة الامبراطورية العثمانية أمام روسيا عام 1877 وإهمالها الأوضاع العرب وانشغلها بجابة أوروبا بعد سعوة ماء الشام اتخذ خطوة لمواجهة خطر الوقوع تحت السيطرة الاستعمارية وتشجيع من بريطانيا اندلعت ثورة الثورة العربية الكبرى عام 1916 بكيادة الشريف حسين بن علي حدود تركيا أولاد بعد الانفصال الشمال جورجيا والبحر الأسود والجنوب سوريا والعراك والبحر المتوسط وفي الشرق إيران وأرمينيا وفي الغرب بلغاريا وبحر إيديا واليونان والدول اللي انفصلت عن تركيا جورجيا وبلغاريا واليونان والعراك وكبرس وبلاد الشام انهيار الامبراطورية العثمانية وتفكك تضافرت أسباب عديدة للسكوت الامبراطورية العثمانية وتحولها إلى دولة كومية التي هي تركيا وهذه الأسباب إما أسباب داخلية وإما أسباب خارجية تمثلت بالضغطات التي تعرضت لها الامبراطورية من الدول الاستعمارية الأوروبية الأسباب الداخلية مثل صورات المتتالية للقوات الانكشارية في القرنين السابع عشر والثامن عشر وقتل عدد من السلاطين ورجال الدولة اللي نهجوا سياسة الإصلاح وكانت نتيجتها القضاء يعني قضي على الانكشارية عام 1826 والسبب الثاني تعدد القوميات داخل الامبراطورية العثمانية دون العمل على دمجهم ومن هنا بدأت تظهر الحركات الامتصالية اللي قودت أركان الامبراطورية والأنظمة الاقتصادية لطبقاتها الدولة العثمانية مثل الاقتاع الحربي والالتزام في جباية الدرائب كانوا لهم سبب كبير في ضحف الدولة واضمحلالها وزيادة سلطة الاقتعيين والملتزمين أصدرت الامبراطورية قانون الأراضي عام 1858 لعادة هيكلة ملكية الأراضي ولكن الإصلاحات الاقتصادية لم تنف لم تنف لم تنف لم تنف بل زادت الأمر سوء لأن الفلاحين تهربوا من دفع الدرائب وبدأوا يسجلوا الأراضي بأسماءهم وكيامهم يعني ما كانوا يسجلوها بأسمهم وبدأوا يسجلوها بأسماء كبار الملكين أو المتنفذين وذا ساعد في ملكية أراضي في الولايات العربية خاصة في فلسطين لما الأراضي تنجلت إلى الأجانب والحركة السهينية بشكل خاص أدي الأسباب الداخلية مرة تانية يبقى أول سبب عندي اللي هو الثورات المتتالية وتعدد الكوميات والأنظمة الاقتصادية الأسباب الخارجية بنقول منه الامتيازات الأجنبية والهزائم العسكرية والتدخل الاستعماري الأوروبي والهزيمة في الحرب العالمية الأولى الامتيازات الأجنبية كانت معهدات تجارية منحتها الامبراطورية منذ مطلع الكرن السادس عشر الميلادي لبعض الدول الأوروبية سمحت بمجابة للأوروبيين الأجانب دخول الأراضي العثمانية والاستقرار والتجارة فيه وحق القناة الأوروبيين الإشراف على رعيهم واستغلت الدول الأوروبية دي الامتيازات لكي تتدخل في شؤون الامبراطورية العثمانية بحجة حماية طوافها اللي هي عيشة في الامبراطورية أيضا السبب الثاني لالهزائم العسكرية اللي منيت به الدولة العثمانية في الكرن الثامن عشر مع النمسا وروسيا وكانت سبب رئيسي في تخليها عن أجزاء كبيرة في أوروبا الشرقية وإفريقيا أيضا التدخل الاستعماري الأوروبي كان من أكثر الأسباب أهمية لأن الامبراطورية العثمانية خسرت جميع أراضيها العربية في كرة أفريقيا واتجسمت الدول يعني بسبب تقاسم الدول الاستعمارية لها ووقعت تحت السيطرة الاستعمارية الأوروبية ثم تلتها بلاد الشام والعراق بعد الحرب العالمية الأولى وجاء الانهيار الأخير لهذه الامبراطورية بفعل هزيمتها في الحرب العالمية الأولى لأسباب الخارجية مرة ثانية زي ما أنتم شايفين هزيم عسكرية تدخل استعماري أوروبي امتيازات أجنبية والهزيمة في الحرب العالمية الأولى بنقول طبعا تزعم مصطفى كمال أتاتورك حزب الاستقلال أو حرب الاستقلال لتحرير الانهيار للمحتل من قوات الحلفاء وتمكن في سنة 1922 من طرد القوات المحتلة من تركيا وحكومة أتاتورك وقعت التفاقية اسمات تفاقية لوزان سنة 1923 نصت على عودة السيادة التركية على الأراضي التي تشمل عليها تركيا الحالية يعني أصبحت دولة إقليمية يعني لم تحد إمبراطورية كما السابق وقلغت الامتيازات الأجنبية وتخلت تركيا عن المناطق الواقعة خارج حدوتها وعدم المطالبة بالأملاك السابقة وفي عام 1924 إلغت الخلافة العثمانية ونفئة آل عثمان من تركيا وبذلك انهارت رسميا الامبراطورية العثمانية يبقى عندي أسباب داخلية وأسباب خارجية الأسباب الداخلية الثورات المتتالية تعدد القوميات الأنظمة الاقتصادية والأسباب الخارجية مثل الامتيازات الأجنبية والهزائم العسكرية والتدخل الإستعماري الأوروبي والهزيمة في الحرب العالمية الأولى وبكده يا أبنائي نكون خلصنا درس اليوم وأتمنى لكم النجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر